السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وسلم بكم معكم احمد علي وحلقة جديدة وعالم السر والتقنية. مكملين معكم بخصوص موقع الاختصار الروابط. طبعا شكرا لكل الناس اللي هنت بالموقع وفي حد كان بقول لموقع نصب مصري. ما عارفش هو كان نايم او صاحب انهم متأخر ولا حاجة. مش عارف هو ايه اللي نصب في اختصار الروابط ولكن ما علينا. احنا دلوقتي الموقع شغال تمام. بس ليه شوية ملاحظات للناس اللي هي هتخش معنا او نوان نستخدم الموقع عشان خاطر يعني زي ما بقولوا ايه اه يبقى عندك معرفة بالموقع زائد ان يكون عندك استفادة قصوى. طبعا في ناس اختصار الرابط بيجي زيارات بيحسب لك فلوس على الزيارات. ولكن في عندك اخر روابط المضافة محاضرة اعلانات فيسبوك. محاضرة عن اعلانات فيسبوك. ده حد اعمل اختصار للينك وحاطت اللقب بتاع اللينك بتاعه فعمل حاجة كويسة. ليه? ممكن يعني انت ما تضيف الرابط بتاعك في ناس ثانية بتعمل يعني في ناس ثانية بتعمل ايه? بتخط الرابط بتاع يعني بتعمل دعاية. ففي زيارات فزيارات ممكن انت وضيف الموقع بتاعك. حد تاني يضغط عليها عشان يروح يشوف ايه اللينك ده. يعني انت نفسك بتعمل زيارات وبتكسب فلوس. بتجيب زيارات وبتكسب فلوس. وممكن انت نفسك يجي لك زيارات تانية عن طريق اللينك بتاعك. او يعملك حاجة اسمها باك لينك. باك لينك يعني بيشوف محركات البحس اللينك بتاعك في الموقع تاني. فبيديك سكور عليه على ان اللينك بتاعك موجود في الموقع تاني. يعني بصفات حساب الدواء على درايف. روبوت لموقع بلاني ودرايف. حاول وانت بتنزل يعني نزلي له نلو لولو للتوتو ده معرفش واحد خطط ايه اي حاجة كان الراجل مستعجل. فراح او بيجرب فراح اعمل اي عنوان. طبعا حاجة زي كده. ما ينفعش انك انت تخطها مش هتبقى يعني ايه مش هتجيب لك زيارات ومش هتشتغل معك. حد تاني برضو اعمل اعمل عنوان. اعمل عنوان عشان خطر العنوان. يعني اعمل مسلا ايه? اه موقع مسلا تداول عملات. اه موقع مسلا ايه? اه لو انت مسلا عامل اه زي انا اه افليات اللينك بتاعك. فانت عسك سب منه. فعمل له عنوان يكون جذاب. موقع مسلا تداول العملات مواثق منه. اه اشترك اه موقع مسلا لتداول اه لبيع العملات المشفرة. او موقع مسلا كزا. يعني اعمل اعمل تقديم للمنتج بتاعك او الحاجة بتاعتك. عشان خطر انك انت تكسب منها اه اكبر قدر استفادة. انك انت اول حاجة بتجيب زيارات بتحسب لك فلوس. طبعا احنا قلنا ان الفلوس مش هي الهدف. الفلوس مش كتير ولكن اهو انت بتستفيد. في نفس الوقت انت اللينك بتاعك ممكن ناس ساني تشوفه فتشترك عليه او تخش عليه. فاللي هو انت بتعمل مكسبين او بتعمل من ناحيتين. فتاني خلي بالك لازم يكون انت بتحط اللينك بتاع الموقع وبتعمل اه اسم جذاب. يقول لك انت عشان خطر يجزب زيارات زيادة. يعني انا ما حط مسلا هنا اهو. انا مختصر الرابط بتاع ربوت لموقع بدينو درايف. اللي بيخش هنا بيشوف الكلام ده. بيشوف مخاضر عن قناة الفيسبوك. بيشوف فتح حساب تداول مش. فانت اعمل حاجة اعمل حاجة تكون تجزب العين او عنوان يكون اه مفيد عشان خطر تكسب زيارات اكتر. دي نقطة. يعني دي النقطة اللي انا حابب اتكلم فيها. النقطة التانية الاسئلة بقى الناس سألتني فيه ناس اه سجلت ولكن لم يصلها ايميل التفعيل. اولا اتأكد من الايميل بتاعك تبه صح. تاني حاجة ايميل التفعيل لو ما جالكش ممكن يكون راح للسبام او اللي هو البريد المهمل او ما اه حسب النوع البريد بتاعك. فشوفوا في في السبام او البريد المهمل او اللي هو يعني ايه. شوفوا في الحاجات التانية ممكن يكون جالك عن هذا الطريق. لو ما جالكش اطلب تفعيله تاني. الناس اللي هي مفعلة الايميل بس هي اللي هتخش معنا زي ما قلنا في موضوع الجوائز. لكن اللي ما فعلش الاميل مش هيخش معنا. فلازم تفعل الاميل بتاعك وتحاول انك انت على قد ما تقدر تعمل لينكات عشان خاطر تخش لموضوع الجواز ان شاء الله. دي النقطة التانية. لازم تحاول تفعل الاميل بتاعك. فعل الاميل بتاعك الاميل ممكن يروح لك على الاميل المهمل او السبام او اللي هو الغير مرغوب فيه على حسب اسم يعني حسب اللي هو الاميل المهمل. حسب الاميل بتاعك. طيب. في حاجة تانية حد النهاردة تواصل معي على التليجرام. مشكورا بيقول لي انا عايز اساعدك بقى طريقة والراجل متحمس جدا. وبيقول لي انا لو عملت ترافيك. لو اشتريت ترافيك دعا يعني اشتريت ترافيك. من مواقع تانية وعملت تحويل زيارات عليك. هل ان انا كده بضرك ولا بنفعك? طيب. في شركة اللي هي ادريس دي بتعمل اه يعني اشان حتى في ناس بتقول انت على فكرة الاستاذ احمد اه الزيارات بتاعتك رخيصة. لا ده فيه بص. في ببرو الادرس دي الزيارات بتاعتها الالف بخمسة سنت. انا ممكن تلاقي الالف بخمسة سنت او اقل. ففي زيارات بتبقى كتير جدا اقل من السيار اللي انا حطه. ولكن احنا اللي يهمنا ان لاننا بتبقى اشغالها بحاجة اسمها امبريشن. المفروض حضرتك دلوقتي نخلي بدنا من من الكلمتين الجايين. لو انت عندك عشان يبقى ايه لا ضرر ولا ضرار يعني عشان ما ما فيدش نفسي اقذيك. لو انت عايز تجيب ترافيك للموقع او تستخدم ترافيك او عندك وسيلة ترافيك ارخص من سعر اللي بتاعي حس انك انت مثلا ايه هتجيب ترافيك ماشي انا ما عنديش اي مشكلة بس خلي بالك الترافيك عندي بتحس بازاي. يعني انت بكنت تشتري ترافيك. الترافيك ده ببقى امبريشن. هلقوا بتخط مثلا اللينك. انا عندي الترافيك بيحسب فقط الناس اللي هي بتخش تفتح اللينك وتضغط على التأكيد. يعني انا عندي اللي هو بيفاعل انا هنا الكابتش بتاعة جوجل عشان خاطر ما يجريش زيارات وهمية او بوتات وافضل ادفع للناس فلوس وبقى انا كده خسرت. ما عنديش زيارات لا لا. انا لا فيه تفعيل هنا خاصية وبيحسب فقط اللي هما الناس اللي بتستعمل الكابتش والتأكيد الزيارات. فحضرتك ممكن تشتري مسلا مليون زيارة مثلا المليون زيارة دول الفعليا هيخش وفتحوا اللينك مثلا منهم مئة الف. يعني انت يبقى دفعت المليون واللي فعليا اتحسب عندي مئة الف. اللي هنا مش بتحسب مش بتحسب عندي ان الواحد دخل ببص على اللينك. لا. انا بتحسب عندي فقط اللي هو فعلا الحقيقي عشان ما حدش تجيب لي زيارات من بوتات ويفضل بعتلي زيارات في بوتات وفاكرة ان كده هيعدله فلوس. لا مش هتعدلك اي فلوس. فانت برضو الموقع ده بيجيب زيارات رخيصة وفي نفس الوقت فيها بوتات يعني ممكن تلاقي فيها بوتات شغالة. على الامبريشن. انا ما ليش دعب الامبريشن. انا ليه اللي يضغط على اللينك ويحد ويخش. يقول تأكيد ويخش على اللينك فعليا. فعشان كده لو انت عايز عندك مصدر زيارات هتجيبه انا ما عندش اي مشكلة خالص. ولكن تأكد انه هيفيدك. ما انت ما تدفعش فلوس اكتر من اللي هتقبضها. تأكد ان الموقع هيفيدك. اللي انت هتشترم له زيارات. تأكد ان هو هيفيدك او انك انت هتقدر يتجني من وراء فلوس. لو الموقع ده في زيارات وهمية هيجي هتتفلتر عندي. فالزيارات مش هتتحسب ليك. هتتحسب بالفعل فقط. فموضوع انك انت تستخدم الاعلانات انا ما عندش اي مشكلة استخدم الاعلانات ولكن تأكد انك انت الاعلانات اللي هتستخدمها هتكون فعلية وعشان خاطر ما بعد كده ما يحسب لكش اقل. ما يحسب لكش يعني ما تبقاش انت دفع مسلا. عشرة دولار الاعلانات بيبقى مكسبك من عندي من عشرة دول دول مسلا تمانية دولار. يبقى انت خسرت اتنين دولار. طب ليه? لا ضرر ولا ضرر. انا بقول لك اي استعمل اي حاجة تجيب ترافيك اعمل بس. خلي بالك من ان ايه? خلي بالك ان الترافيك اللي هتجيبه لازم يكون حقيقي. لو في اي ترافيك مزايف مش هتحسيب لك فلوس ابنان عنها تبقى اخسارة بالنسبة لك. لو انت بتدفع وصادق الترافيك ده. فدي نقطة مهمة جدا جدا. حبيت بس اوضح للناس عشان اللي هيها حابة الساعد او اللي حابة انها تستفيد من الموقع. تاني الموقع برضو انت دلوقتي عايز تجيب زيارات. انا قلت انا محتاج ناس انا محتاج بس خمسة كفاية. لو محتاج تلاتة موجودين. انهم مواقع مسلا بس مبشر لكورت القدم. او اي ترافيك عالي ومش قادر يستفيد منهم على جوجل ممكن يسجل عن طريقه هنا. اختصار روابط مسلا الافلام الكلام ده كله الحاجات دي كلها بتجيب ترافيك عالي جدا بس في نفس الوقت بتبقى ممنوع على جوجل لكن انت ممكن من مواقع اختصار روابط تكسب منها فلوس. سواء انا او غير يعني فكرة عشان بقولكش مسلا عندي لأ سواء انا او غير ممكن انت تكسب من هذا الموضوع. فنشوف الناس تاني اللي حابب ان هو يتواصل معي تحت امره. زي ما قلت لكم من اللي حابب ان يعمل اعلانات مدفوعة. دي حاجة ترجع له. لكن تأكد انك لازم تكون كسبان مش هتكون خسرا. لو عايز تجرب بمبلغ قليل تجرب في الاول عشان ما تحطش مبلغ كبير وبعد كده تكتشف انك انت طلعت خسرا من هذا الموضوع. انا اللي يهمني الناس تكسب كلها. تاني برضو في جوائز الناس اللي هتستخدم لازم تفعل الايميل. وحاول على قد ما تقدر انك تخط تعمل لينكات. ممكن تعمل لينكات برامج. ممكن تعمل لينكات اي حاجة معك. هتجيب ترافيك. هتبقى شغل بالنسبة لك كويس جدا جدا. واشوف كم ان شاء الله حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.